فاد أعضاء في مجلس النواب بأن قانون العفو العام تأخر بسبب الخلاف الحاصل داخل مجلس النواب حول قانون الأحوال الشخصية مؤكدين أن العفو العام سيكون على رأس جدول أعمال الجلسة المقبلة وصادر النيابية قالت أن قانون الأحوال الشخصية مبهم ويمس العائلة العراقية وهو خطر جدا ويحتاج إلى نقاشات ومؤتمرات وحوارات كثيرة قبل المضي به وتشريعه وإدراجه على جدول الأعمال جاء بشكل مفاجئ وتم جمع أكثر من 120 توقيعا لرفع مستوى جميع الأعمار داخل القانون